رئيس الوزراء الياباني يقول إن بلاده ستسقط أي صواريخ كوريا شمالية من الجو بالنسبة إلى أسقاط الصواريخ سنسقطهم إذا لزم الأمر لكننا سننسق الأمر بشكل دقيق مع الولايات المتحدة كانت كوريا الشمالية أطلقت صواريخ باليستية طويلة المدى في الأجواء اليابانية مرتين في الأشهر الماضية لكنها تمدت الهدوء قبيل زيارة ترامب إلى المنطقة كيف سيتم أسقاط الصواريخ؟ دعوني أوضح سيقوم بإسقاط الصواريخ من الجو بعد أن تتم صفقة شراء كمية كبيرة من المعدات العسكرية من الولايات المتحدة سيتمكن من إسقاط الصواريخ ببساطة من الجو كما حصل قبل أيام قليلة في السعودية أذكركم حسب الدستور الياباني يمنع نظريا تسليح القوات المسلحة اليابانية لكن منتصف القرن الماضي صادق البرلمان على تسليح ما بات يعرف بقوات الدفاع الذاتي محددا الهدف بحماية اليابان ضد الهجمات الخارجية وكان آبي فاز في حملته الانتخابية الأخيرة بعد أطلاق وعد بحماية بلاده من تهديدات كوريا الشمالية وهكذا تتضح أهم المواضيع التي يحملها ترامب في جعبته في اليوم الثاني من زيارته لليابان والتي تأتي في إطار حاجة اليابان إلى تعزيز قدراتها الدفاعية هنا سارعت الصين إلى دعوة جميع الأطراف لاعتماد تصريحات تساهم في الحد من التوترات في شبه الجزيرة الكورية أما الملف الثاني والذي لم يهادن فيه ترامب فهو العجز التجاري في ميزان التبادل بين البلدين كرئيس للولايات المتحدة أنا ملتزم بتحقيق علاقات تجارية عادلة وحرة متبادلة بين بلدين نبحث عن ضمان وصول الصادرات الأمريكية إلى الأسواق اليابانية بهدف التخلص من العجز المزمن وعدم التوازن في تبادلنا التجاري مع اليابان بعد اليابان ينتقل ترامب إلى كوريا الجنوبية التي آلنت عشية زيارته فرض عقوبات تطال ثمانية عشر مصرفيا كوريا شماليا يشتبه بارتباطهم ببرامج تسلح الكوريا الشمالية ويخضعون أساسا لعقوبات أمريكية عقوبات تعني أنه لا يمكن إقامة علاقات تجارية مع هذه الشخصيات علاقات هي أصلا غير موجودة لكنها تخفف من وقعتها من ترامب لكوريا الجنوبية بتبني موقف تصالحي حيال كوريا الشمالية والجولة تصل إلى الصين وفيتنام وينهيها ترامب الأسبوع المقبل في الفلبين